عندنا بعد كده خبرين خارجيين طبعا فيه خبر فيهم طبعا غزة مش هنتكلم فيها اكتر مما تحدثنا نحن معلم جيدا ماذا يحدث في غزة وماذا يعني يرتكب يوميا من جرائم من جيش الاحتلال لو انسحب النهاردة انسحب كامل تقريبا من مخيم جباليا في شمال غزة ومن بيت لهيا ومن منطقة دي كلها ترك وراءه عشرات الشهداء والضحايا تحت الانقاض دمر هذه المناطق زي ما بتورينا الفيديوهات والصور اللي ازيعت من هناك بخلال الساعات القليلة اللي مضت دمر دمير شامل في مخيم جباليا ما سيقول الدفاع المدني الفلسطيني ناجبي يقدر عدد المنازل اللي دمرت دميرا كاملا او شبه كامل بالف بيت الف منزل في مخيم واحد وشفنا صور عيئة في منطقة صعوبة وقدام حضرتكم ادي صور لاستخراج بقايا رفات الشهداء اللي الجيش الاسرائيلي يعني في خلال 20 يوم يعني قتلهم ودمر كل مناطقهم ولازال طبعا في رفح يمارس عدوانه يمارس دمويته في قتل واصابة الناس وفي الادعاء بوجود مكاسب لم تتحقق قط وغالبا لن تتحقق قط وكمان مهاردة وكالة تغوس وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين اللي حضرتكم عارفين ان اسرائيل طلعت قانون تخيلوا تخيلوا الاسرائيل بتطلع قانون من يومين بتصف فيه رسميا ان وكالة تغوس وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين اللي هي تابعة للامم المتحدة وتعملت بعد النكبة سنة 1949 من الامم المتحدة والامم المتحدة مشرفة عليها عشان طرعى اللاجئين الفلسطينيين اللي هما بنقول لحضرتكم يعني عددهم حول العالم ممكن تصل لعشرة مليون شخص في مخيمات او في مدن داخل فلسطين تاريخية او خارجها هذه الانروا تعرضت لضربات مهائلة من اسرائيل واتهامات اكثر هولا خلال فترة العدوان والحرب الغاشمة على غزة اختلت من الامر باصدار قانون في اسرائيل باعتبار وكالة تغوس وتشغيل منظمة ارهابية تخيلوا حضرتكم وكالة تبعى للامم المتحدة اللي بتعبر عن ضمير العالم اللي المجتمع الدولي كله الـ193 دولة اللي في العالم اللي منهم 147 دولة اعترفت بدولة فلسطين وكالة الانروا دي باعت منظمة ارهابية والانروا النهاردة اعلنت انه 170 مقر من مقراتها تم تدميره بغارات من الجيش الاسرائيلي ما بين مقراتها ده مش مكاتب لا دي مدارس مستوصفات مخازن للأغذية والتموين مقرات دي بيلجأ اليها عشرات الالاف من الناس اللي همش مقوى وده طبعا اسرائيل يعني بتدمره قتلت عشرات يعني الارقام مش حضرة نهائية عندي لكن انا بنتكلم على الاقل كان من فترة 180-190 شخص بيعملوا في الانروا تم قتلهم بالنيران ومدفعية الجيش الاسرائيلي ويعني طبعا كل ده في القطاع غزة دلوقتي زي ما احنا شايفين وعارفين الاوضاع الانسانية بتسوء بشكل هائل لانه بحسب المصادر الامم المتحدة الشاحنات نتيجة الاحتلال الجيش الاسرائيلي اللي معبر رفح من ناحية الفلسطينية ورفض مصر البات لعدم التعاون مع جيش الاحتلال في ادخال الشاحنات وانه مصر لن تتعاون الا مع الطرف الفلسطيني ومن يراه لفتح المعبر فتدخل الشاحنات دلوقتي من مصادر معابر اسرائيلية من كرم ابو سالم وبعض المعابر الاخرى لكن بتدخل مش مساعدات عشان بس تنتبهوا بتدخل كسلع تجارية يدفع تمانها من التجار يعني بضع بيزنس للجانب الاسرائيلي مش مساعدات عدد قليل جدا مساعدات بيدخل عن طريق كرم ابو سالم اللي هو المعبر المشترك ما بين مصر واسرائيل وقطع غزة لكن كله على بعضه كل اللي بيدخل دلوقتي سواء مساعدات او شحنات تجارية مدفوعة التمن بتقديرات الاممية هو يقلب 67% عن اللي كان بيدخل قبل كده واللي كان بيدخل قبل كده اصلا كان لا يصل الى 50% من ما يحتاجه قطع غزة يعني اللي بيدخل دلوقتي لا يكفي اكتر من 20-25% من حاجة القطاع سواء مساعدات او دخول يعني انساني سواء دخول تجاري وبالتالي هناك ازمة طاحنة وكبرى موجودة في قطاع غزة الاف الشاحنات موجودة على الجانب المصري على العريش حتى رفح موجودة في الانتظار انه الجيش الاحتلال الاسرائيلي يخلي منطقة رفح الفلسطينية من على المعبر عشان تتولاها الجهات الفلسطينية ويمكن انبارح احد يفنى الكرام طول اسامة اا 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 يعني شعص اتطلح اقتراح بانه يا ريت يبقى ده ابداية تعاون فلسطيني فلسطيني ما بين السلطة وبين حماس وبين الفصائل عشان يعملوا اا سلطة او هيئة لادارة المعبر من الجانب الفلسطيني وممكن لو حبه يستعيدوا اشراف اتحاد الاوروبي اللي موجود فيه اتفاقية 2005 على وحبه لكن يبقى ده تجربة تجربة يبدأوا بها عشان الاوضاع اللي احنا شايفينها الانسانية الضمار الهائل ده الناس دي عايزة اكل وشرب وعايزة غزاء وعايزة دواء ومجاعة بتخيم بشدة على القطاع بشدة بشدة كثيرة يعني مش موضوع مجرد يعني اشاعات فبالتالي فيه فرصة قدام الاطراف الفلسطينية المختلفة انها تقعد مع بعضها تشوف تشكي الهيئة لإدارة المعبر من الجانب الفلسطيني ومصر ساعتها هتتعاون معها هتفتح يعني ما لديها وتدخل الشاحنات باشراف يعني السلطات المصرية والسلطات الفلسطينية في هذا الوقت والتالي تبقى فيه فرصة لكن نحن ننتظر والعدوان مستمر شايفين حضرتكو حجم الدمار اللي بيمارس على الرفح وفيه مناطق غزة المختلفة وشايفين مخيمات هذا قصف المخيمات قدامه احنا مش بلتكلم في بيوت بكلم فيه مساكن مش مساكن دي خيام خيام يعني يعني ايواء معقد للناس اشتركوا في القناة